إذا بدك تستخدم محرك البحث جوجل ولا بينج ولا بريف ولا دك دك جو لحتى تحصل على نتائج البحث اللي أنت عمالك تدور عليها فأكيد أنا ما رح إجي وإلك لا تستخدم جوجل وروح استخدم أي محرك تاني هذا الكلام راجع إلك بس إذا كان في عندي طريقة أني أحصل على نتائج البحث من كل هاي المواقع مجتمعة بدون ما أعطي أي واحد من هاي المواقع بياناتي الشخصية فأكيد رح أمشي بهذا الاتجاه بهذا الشكل رح أحصل على أفضل ما بالعالمين أول شي رح أحصل على نتائج بحث ممتازة لأنها عمالها تجيني من أكثر من مصدر وتاني شي ما عمالي أعطي أي واحد من هاي المواقع أي بيانات شخصية ممكن أنه يستخدموها لحتى يقوموا بإنشاء بروفايل عني لحتى يقدموا لي الإعلانات اللي أنا بيغنى عنها اعتمادا على البروفايل اللي أنشأوه هلا المشكلة مع جوجل ولا بينج ولا ياهو أنه أنت وقت اللي بتجي بتدور لنقول أول مرة عملت عملية بحث عنك كلمة قهوة فهن نقاموا بإنشاء بروفايل خاص فيك بيتضمن كلمة قهوة جيت مرة تانية ودورت على لينوكس ما برشو صلة الوصل بين القهوة واللينوكس بس هن نضافوا كلمة لينوكس للبروفايل اللي أنشأوه إليك واللي موجود فيه كلمة قهوة فهلا صار فيه ضمن البروفايل اللي عندي كلمتين قهوة و لينوكس فهن رح يقوموا ويعطوني إعلانات فيها بتتضمن اللينوكس وبتتضمن القهوة طيب أنا هاد الشي يعتبر انتهاك لخصوصيتي هاد الكلام أكيد الكل بيعرفوه فأنا ما جبت أي شي جديد لحد الآن بس إذا جينا للمحرك اللي بدي استخدمه اليوم اللي هو السيركس أو السيركس أو السيركس أو السيركس ما بعلا شو اسمه نحنا رح نستخدم فورك من المشروع الأساسي اللي هي السيركس ان جي فهو بالأساس لا يعتبر محرك بحث وإنما هو بمعنى أنه أنا وقت اللي بدور على كلمة أهوة بهذا المحرك فهو اللي رح يعمله رح يجيب كلمة أهوة ويبعثها لجوجل يقل له يا جوجل عطيني كل البيانات اللي عندك أو كل نتائج البحث اللي فيها أهوة رح يروح للدك دك جو يعمل نفس الشي يقل له يا دك دك جو عطيني كل النتائج اللي فيها أهوة رح يروح للبنك ويعمل نفس القصة قل له يا بينك عطيني كل النتائج اللي فيها أهوة فهو رح يجي واحد ويقل لي بس أنا هيك يعني رحت بدل ما أكون عمالي أعطي بياناتي لموقع واحد عطيتها لكل المواقع زدت الطيم بله رح قل لك لا ليش؟ لأنه وقت اللي بيروح لكل واحد من هاي المواقع فهو عماله يأنشئ بروفايل بس لهذا الموقع وبكلمة البحث الوحيدة اللي بعثتها فأهوة لجوجل عمل لها بروفايل لبينك عمل لها بروفايل وللدك دك جو عمل لها بروفايل ثالث هلأ جيت أنا ودورت على لينوكس قلت له يا سيركس دور لي على لينوكس فهوة راحوا أنشأ بروفايل جديد واحد بعته لجوجل بروفايل ثاني بعته لبينك وبروفايل ثالث بعته للدك دك جو فبهي الحالة بدلا ما يكون في عندي بروفايل واحد بيحتوي على كل الأمور البحث اللي عمالي أعملها فيه وكل واحد من المواقع اللي عمالي يزورها في عندي بروفايل واحد لكل كلمة بحث ولكل موقع فبهذا الشكل أنا جمعت كل هاي البيانات ورجع لي ياها هلأ راح نشوف عملية شرح كيف بيشتغل السيركس يعني هي بتاخد وقت أكتر من عملية تثبيت السيركس اللي ما راح يكون في عندي حاجة لا يكون في عندي سيرفر خارجي لا يكون في عندي كمبيوتر تاني ولا أي شي تاني أنا في عندي عدة طرق لإني استخدمه ممكن أني روح لواحد من الانستنسيز أو المواقع اللي غيري عاملها واستخدم السيركس منه مباشرة ممكن أني سبته على كمبيوتري اللي أنا شغال فيه حاليا وهذا الكلام اللي راح نعمله اليوم وممكن أني إذا كنت بدي أوصله من أي مكان أني روح وسبته على السيرفر اللي عندي سواء السيرفر المنزلي أو إذا في عندي سيرفر بمكان تاني فهلأ أنا بهذا الشكل هلأ راح نشوف كيف أنه أنا راح سبته الشي الوحيد اللي بديه هو أنه يكون في عندي كمبيوتر ويكون في عندي الدكر فهذا الكلام معناه أنه أنا ممكن أني سبته على لينوكس ممكن أني سبته على ويندوز ممكن أني سبته على ماك وما بدي ممكن أني سبته والتوزيع ما بتهم أبدا فأنا اليوم راح روح مع توزيعة الشعب راح نسبت السيركس على على لينوكس منت هلأ الفيديو اليوم ما هو عن كيفية تثبيت الدكر فلا حدا يجوي أنه أنا راح سبتها بطريقة ليست الطريقة الصح لأنه نحن موضوعنا هو كيفية استخدام السيركس فهلأ البرنامج أو محرك البحث هو عبارة هو مفتوح المصدر ومجاني ومثل ما حكيت السيركس ان جي هو عبارة عن فورك أو نسخة من المشروع الأساسي السيركس أنا بستخدم السيركس ان جي لأنه مع الجوالات والتابلت متوافق أكتر والواجهة يعني أحسن بكتير ما بدي أحسن بكتير أو أفضل بكتير يعني محسنة عن واجهة السيركس الأساسية وفي عندي الـ Dark Mode هلأ أنا حاطت كل شي اليوم بالـ Light Mode بس لحتى يكون أوضح بس السيركس هلأ مثل ما راح نشوف بعد شوي هلأ إذا رحت للإنستانس أو الموقع اللي أنا بيستخدمه حاليا اللي أنا بيستخدمه شخصيا فهلأ مثل ما أنا شايفين هذا هو السيركس ان جي الخاص فيي وأنا بحالتي مثبته على السحابة أو مثبته على السيرفري اللي أنا بيستخدمه بس نحنا مثل ما حكيت رح نعمله على الكمبيوتر اللي عمالي اشتغل عليه وعلى توزيعة الشعب على لينوكس الشعب اللي هو اللينوكس مينت فهي هي الخدمة هاي هي الإنستانس الخاصة فيه إذا أي حدا حابب أنه يروح ويستخدمها وبأكد لكم أنه أنا ما بيعمل لوجينج وما بسجل بيانات يعني حتى لوجينج لعمليات البحث اللي أنا بيعملها ما بسجلها أي واحد حابب يستخدم موقعي اللي يقوم بعمليات البحث فهو search.noferatax.xyz بدكن تستخدموها في الإنستانس شغالي على الإنترنت وأنا بيستخدمها على طول ما بدك تقوم وتثبت البرنامج بدك تستخدم واحد جاهز ففي عندي سيرفرات موجودة وشغالة إذا اشينا كل الروابط اللي عمالي أحكيها أكيد رح تكون بسندوق الوصف فإذا اشيت search.space رح لاقي كل السيرفرات اللي سواء تستخدم el-circ أو el-fork اللي هي el-circ ng فأي واحد من هدول رح يكون فيني قادر أني أستخدمهم فلو أشيت وفتحت أول واحد رح شوف أنه رح يعطيني نفس الواجهة تقريبا أو هاد بيستخدم el-circ ng فهو تقريبا نفس الواجهة اللي أنا مستخدمها هلا مثل ما حكيت بالبداية هلا مثل ما حكيت أنه السيركس وقت اللي بيقوم بعمليات البحث يعني هو عمال يقوم بإنشاء بروفايل لكل واحد من من الكلمات اللي عمال يدور عليها وما عماله يخليلي أي أي أثر على الإنترنت اللهم إلا ال-IP الخاص فيه إذا كنت عمال يسبته على كمبيوتري الشخصي وال-IP ما رح يروح لموقع البحث لمحرك البحث ال-IP بيروح لنتيجة البحث للصفحة اللي أنت فتحتها بعد ما رحت لموقع البحث وال-Documentation لا يعلى عليها يعني بيشرح لي خطوة بخطوة كيفية التثبيت وكيفية الاستخدام ويعني أنا ما في عندي هلا رح نمشي بعملية التثبيت هي عبارة عن Copy Paste هلا إذا جينا لل-GitHub رح شوف أنه عملية التثبيت لأ أنا بدي هاد رح نجي لعملية التثبيت مثل ما اللي شايف عندي ثلاث خطوات واحد اثنين ثلاثة الخطوة اللي قبلها هي أني سبت ال-Docker فخلينا نجي على ال-Linux Mint كل اللي بدي أعمله أنا محدث النظام وما في أي شي وهي ماكينة افتراضية يعني ما له كمبيوتر فرح نقل له sudo app install رح نقل له Docker والDocker dash compose ورح نقل له container D هاي الحزم اللي ثلاثة اللي بدي إياها ولا حدا يقل لي هاي مو هي الطريقة الصحيحة لتثبيت Docker لأنه الفيديو ما هو عن Docker طيب هاي Docker خلص تثبيته خلينا نمسح الشاشة هلأ لحتى ما استخدم sudo مع Docker لازم نضيف المستخدم لمجموعة sudo ما رح نعمل هذا الكلام لمجموعة Docker عفوا ما رح نعمل هذا الكلام رح نحض sudo قبل Docker بس هاي الشي اللي رح نعمله فخلينا نرجع ونشوف شو عماله يقل لي الموقع أول الشي رح انتقل للمسار اللي هو user local فرح نقل له cd slash usr slash local وبعدين بدي طبعا لازم يكون ال-get مسبت عندي فرح usr local فلازم اني استخدم sudo فرح نقل له sudo ونعمل عملية لسق للأمر اللي نسخنا خلصنا من هاد الأمر الأمر الثالث هو اني اعمل cd لل srx ورح نقل له فرح قل له ctrl c ورح نجي لهون ونعمل له ctrl v هلأ انا صرت ضمن المسار الجديد خلينا نمسح الشاشة واذا قلت له ls-la رح شوف انه في عندي عدة ملفات في عندي .env وفي عندي ضمن srx في عندي ملف تاني رح نرجع له بعد لحظات وفي عندي هاد الملف الاخير اللي هو service اذا كنت عمالي استخدم system دي كمان رح نرجع له بعد لحظات هلأ الشي الوحيد اللي بدي اعمله قبل ما نفذ هاي الخطوات اني ارجع الموقع وفي عندي بس اني انسخ هاد الامر اللي هو set لحتى يقوم بانشاء secret key او مفتاح امان رح انسخ هاد الامر وكمان لازم اني اعمله مع sudo ورح قل له paste فهلأ لو اجيت وفتحت بالكابي الناно ورح نفتح el serx اللي هو المسار slash settings رح شوف انه انشأ لي secret key طبعا ما رح اخفي هاد المفتاح لانه الماكينة الافتراضية رح فجرها بعد ما ينتهي الفيديو فرح نضغط على control x ونطلع من هاد المسار لو فتحت el dot env فرح نقل sudo nano dot env هلأ إيسا كنت بدك تعمل هاد الكلام على على server فرح تجي لل host name اول شي رح تشيل الهاش من بداية السطر الاول والسطر التاني وطبعا el cerx ng والcerx بتوقع كمان el cerx الاساسي الاثنينات هون بيستخدموا el ssl encryption فانت بتشيل اشارة الهاش من el host name وبتحط الموقع اللي انت بدك تستخدمه مثلا search dot el domain اللي عندك وبعدين بالنسبة let's encrypt فرح تحط ايميلك لحتى يجيك ايميالات ضرورية ولحتى تتم عملية انشاء ال ssl certificate الخاصة فيك فهلا انا بعتبر انه رح استخدمه على هات الكمبيوتر فلا رح تضل host name ولا رح تضل ايميال فخلينا نطلع من هون هلا الشي الوحيد اللي ضل علي اني ما ضفت المستخدم لمجموعة sudo فرح نقله sudo او لمجموعة docker فرح نقله sudo ونعمل عملية اللسق هلا لنشوف قدير رح ياخد مني لحتى يخلص هاد الامر ما رح ياخد اكتر من ثلاث او اربع دقايق بما انه يسحب الصور من الانترنت ويفعل الخدمات هو بالاساس اسم صعب بس الكادة بتستخدم الـ 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 و الـ 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 المحرك بحد ذاته هاي هي كل الامور اللي عمالي اعملها انا ما ضل عندي اعمل اي شي هلا منشوف انه تقريبا خلص ما ضل عندي اي شي اني اعمله وشايف انه اشتغل وهلا خلينا نشوف اشتغل ولا طيب كيف رح افتح هاد الموقع رح نيجي للمتصفح وبس رح قل له localhost نقطين 8080 ورح قل له enter هاي صار عندي محرك البحث الخاص فيي واللي private واللي ممكن اني استخدمه باي شكل من الاشكال بدي طول ما اني موجود على هاد الجهاز طبعا لو رحت على جوالي وانا موجود على شبكتي المحلية ممكن اني استخدم هاد المحرك اذا كنت بعرف IP الجهاز او IP كمبيوتري فاذا رشعت للتيرمينال هلأ باعتبار انه انا موجود بماكينة افتراضية ما رح اعرض الIP بس اذا قلت له IP space dash dash a d dr رح يعطيني IP الجهاز اللي انا اللي ثبت عليه وممكن من الجوال اني ورح نرجع نشوف انه اللي بدي عدله لحتى يكون شغال بالخلفية فبعد الIP بس رح قل له dash d فلو رجعت لل docker او التيرمينال وبعد الIP رح قل له dash d هلأ عندي محرك البحث شغال ومتل ما شايف ممكن اني اطلع من التيرمينال بكل بساطة طيب هاد الكلام بهاي اني ارجع شغل الكونتينر لحتى حل هاي المشكلة رح نستخدم ال system d فأنا مثل ما حكيت من شوي لو مسحت الشاشة ورجعت قلت له ال s dash la مثل ما اللي شايف انه في عندي ملف لل service او لخدمة ال system d هلأ بتوقع انه لازم يتم تعديل الملف لانه في عندي او تعديل ال documentation لانه لو اجيت وقلت له where is docker dash compose رح شوف انه docker compose بحالة انا او على linux mint وعلى debian نفس الكلام موجود بال usr بين docker compose بس لو اجيت وفتحت اي ولو فتحت search او service لو قلت له nano circ dash فرح شوف انه execute start هو اخذ usr local bin فهلا انا خليني اول شي اطلع من هون ورح قل له sudo متل هاد الكلام موجود بال documentation ما عمال يجيب اي شي من عندي فرح انسخ هاد الامر وطبعا رح نستخدم sudo معه فرح نقل له ctrl c ورح نقل له sudo ctrl v srx dash dot service وليس dot template فرح نفتح هاد الملف ورح نشي بس بالexecute start والstop رح احذف ال slash local رح احذفها من هاد السطر ورح احذفها من هاد السطر رح اضغط ctrl x ورح اضغط y هلا حفظ هاد الملف كيف بدي فعل خدمة السيستم دي رح اجي وانسخ السيستم ctl السطر الاول وطبعا بده sudo لا ننسى السودو ورح قل له ctrl v وبعدين رح اجي وانسخ السطر التاني رح نقل له ctrl c وكمان مع السودو رح نقل له ctrl shift v طيب هلا لو قلت له رجعت لنفس الامر الاخير وبدل ال start رح استبدلها بالستاتوس رح شوف انه الخدمة فعالة وانا اذا رجعت وعملت اعادة تشغيل للكمبيوتر رح يشتغل السيركس بدون مكون بحاجة لاني ارجع وشغل الكنتينر من اول وجديد متل ما حكيت اذا كنت بدك تسبته على سيرفرك سواء المنزلي او اللي موجود بالسحابة كلمة لو دورنا على الكوفي رح شوف انه وقت اللي رح يرجع لي نتائج البحث شوف رجع ليها من ال الويكبيديا رجع ليها من الكوانت ما بعرف شو هو هاد المحرك رجع ليها من الويكي دييتا رجع ليها من الجوجل رجع ليها لنشوف من البينك اذا اعطاني اي نتائج كمان هون عندي لجوجل مرة تانية عندي الوch do go عندي البينك اكيد موجود باحد الاماكن بس هون ما طلع لياها فهلأ انا اذا كنت بده خصص شو هي المحركات اللي رجعلي النتائج منها رح اجي للإعدادات ورح نجي للمحركات رح شوف انه في عندي كل هاي المحركات ممكن اني استخدمها فلنشوف في عندي البينك في عندي بريف في عندي دق دق جو في عندي جوجل في عندي النيفي عندي اكتر من 70 موقع او محرك بحث ممكن اني استخدمها ما رجعلي نتائج من البينك لاني ما لمفعل البينك فلو فعلت البينك ولغيت تفعيل الدق دق جو وفعلت البريف ولغينا الكوانت واجيت لنهاية الصفحة وقلت له save رح نرجع ندور على نفس الكلمة اللي هي الكوفي فرح شوف أنه رجع ليها من البينك رجع ليها من البريف من الويكي بيديا من الويكي داتا من البينك من الجوجل فهلا بدي يروح لالصور رح اجي لالصور كمان رح يرجع ليها من كل هاي المواقع اللي كنت عمالي يدور عليها الميزة طبعا هاي الميزة ما لها حصرية بالسيركس وإنما إذا كنت بدي يدور بمحرك بحث محدد فرح نجي بدل ما قل له مباشرة كلمة البحث اللي بدي إياها رح نجي للموقع فرح اجي لهون ورح نقل له الأكسلميشن مارك وبعدين لنقول بدي يدور بجوجل رح قل له جوجل وبعدين رح دور على الكوفي فهلأ رح شوف أنه النتائج رجع ليها بس من الجوجل جوجل 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 فبهذا الشكل متل ما اللي شايف أنا ما احتجت لأي سيرفر خارجي أنا حطيته على كمبيوتري وكل النتائج موجودة عندي وإيسا بدي أحزف كل شي بس بعمل الـ دوكر كامبوز وبقل له بدل الـ أب داون ورح يطفيلي السيرفر أو يطفيلي المحرك وبرجع ما في عندي أي شيء تاني يارب يكون الفيديو عجبكم لا تنسوا ضغط زر الإعجاب بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله اشتركوا في القناة